الفعل هابن هو فعل ملكية في اللغة الألمانية يعني ملكة أو امتلك هي عندها كلب هي تنتلك كلب الفعل زين هو فعل كينون يعني فعل كان يكون هم في المنزل يعني موجودون في المنزل الفعل كومن معنى قديمة أو أتى الفعل مخن ومعنى فعل يفعل مخن ما خستو ماذا تفعل؟ الفعل كين معنى ذهب يذهب كين يعني أنا أراك الفعل كين معنى عالي ما يعلم كين معنى أعطي يعني أنا لا أعلم Bots compost If we all tend to have a teammate أنا لا أعلم الفعل gebenж ومعنى أعطى يعطي geben better give me a minus 슬 من فضلك أعطني مفاتيحي better give me a minus 슬 من فضلك أعطني مفاتيحي الفعل كوخن معناه طبخة يطبخو كوخن إيش كوخة أنا أطبخو إيش كوخة أنا أطبخو الفعل شبيلن ومعناه لعبا يلعبو شبيلن زي شبيلن هم يلعبونا زي شبيلن هم يلعبون الفعل لازن معناه قراء يقرأو لازن إيش لازي أين بوخ أنا أقرأو كتابا إيش لازي أين بوخ أنا أقرأو كتابا الفعل فندن ومعناه وجد يجدو فندن وفند إيش دين بانهوف أين أجدو محطة القطار وفند إيش دين بانهوف أين أجدو محطة القطار الفعل بلايبن ومعناه بقى يبقى بلايبن بس وان بلايبستو هير إلى متى ستبقى هنا بس وان بلايبستو هير إلى متى ستبقى هنا الفعل واشن ومعناه غسلة يرسلوا واشن إيش واش دي وشة أنا أرسلوا الغسيل الفعل شلافن يعني ناما يناموا شلافن زي شلفت هي تناموا الفعل آبايتن ومعنى عاملة يعملوا آبايتن إيش آبايت أنا أعملوا إيش آبايت أنا أعملوا الفعل ستسن ومعنى جلسة يجلسوا ستسن إيش ستسة أف دم شتول أنا جالس على الكرسي إيش ستسة أف دم شتول أنا جالس على الكرسي الفعل شتو ديغن ومعنى درس يدرسوا شتو ديغن واس شتو ديغستو ماذا تدرس؟ واس شتو ديغستو ماذا تدرس؟ الفعل ليبن ومعنى أحب يحبه ليبن إيش ليب ديزو شتات أنا أحب هذه المدينة إيش ليب ديزو شتات أنا أحب هذه المدينة الفعل هاسن ومعنى كره يكره هاسن إيش هاس ديزن أوت أنا أكره هذا المكان إيش هاس ديزن أوت أنا أكره هذا المكان الفعل شكن ومعنى أرسل يرسلو شكن إيش وأرسلو لك رسالة إيش إيش باسن دي هوزة باس مير نيشت يعني السروال لا يناسبوني دي هوزة باس مير نيشت السروال لا يناسبوني أنفيل تخاغن ومعنى إرتدى يرتدي تخاغن زي تخيكت أينو بلوزة يعني هي ترتدي بلوزة زي تخيكت أينو بلوزة هي ترتدي بلوزة أنفيل اسن ومعنى أكلا يأكلو اسن إيش اس أين أبفل أنا أأكلو تفاحا إيش اس أين أبفل أنا أأكلو تفاحا الفعل تخينكن يعني شربا يشربو تخينكن إيش تخينك أين كافي أنا أشربو قهوة الفعل هلفن ومعنى ساعدة يساعدو هلفن sie hilft ihm يعني هي تساعدو الفعل زوخن ومعناه بحث يبحث زوخن الفعل يعني ربح يربح الفعل يعني فهي ما يفهم الفعل عنروفن ومعناه اتصلا يتصل عنروفن وهو فعل منفصل زي روفت مش ان هي تتصل بي الفعل بيجن ومعناه بدأ يبدأ بيجن الفعل بيجن ومعناه احتاج يحتاجه براوخن زي براوخت هالف هي تحتاج للمساعدة الفعل بيجن يعني عنا يعني بيجن فاس بيجن ومعناه صنغيره ماذا يعني هذا الفعل بيجن ومعناه جدا يحدث بالفعل بيجن ومعناه صنغيره بيجن gibtه ماغن بيزوخن سوف أزورك غدن إيش ورد ديش ماغن بيزوخن سوف أزورك غدن الفيل غفالن ومعنى أحجب يعجب غفالن داس غفالت مير هذا يعجبني داس غفالت مير هذا يعجبني الفيل كنن يعني عرف يعرف كنن إيش كنن داس كند أنا أعرف الطفل إيش كنن داس كند أنا أعرف الطفل الفيل شبخشن يعني تحدث يتحدث شبخشن إيش شبخش داي شبخخن أنا أتحدث ثلاث لغات إيش شبخش داي شبخخن أنا أتحدث ثلاث لغات الفعل lernen يعني تعلموا يتعلموا lernen sie lernen Deutsch هم يتعلمون اللغة الألمانية sie lernen Deutsch هم يتعلمون اللغة الألمانية الفعل folgen ومعناه تبعى يتبعوا folgen بيت فولكن زي مي من فضلك حضرتك اتبعني بيت فولكن زي مي الفعل أنمachen وهو فعل منفصل معناه أشعر يشعروا أنمachen إش ماخ داس لشت آن أنا أشعروا الضوء إش ماخ داس لشت آن أنا أشعروا الضوء الفعل آسمachen ومعناه أطفاء يطفئوا آسمachen وهو فعل منفصل إش ماخ داس لشت آن أنا أطفئوا الضوء إش ماخ داس لشت آن أنا أطفئوا الضوء الفعل putzen ومعناه نظفوا ينظفوا putzen إش putze دي وونة أنا أنظفوا الضوء إش putze دي وونة أنا أنظفوا الضوء الفعل فخاقن ومعناه سأل يسألوا فخاقن زي فخاقت دي لغة هي تسألوا الأستاذ زي فخاقت دي لغة هي تسألوا الأستاذ الفعل antworten ومعناه أجاب يجيبوا antworten زي antwortet دي مليغة هي تجيبوا الأستاذ أو المدرس زي antwortet دي مليغة هي تجيبوا الأستاذ الفعل فونن ومعناه سألوا يسكنوا أو يقطنوا فونن فو فونستو أين تسكن فو فونستو أين تسكن الفعل زاقن ومعناه قال يقولوا زاقن زاق اتفاس قول شيئا زاق اتفاس قول شيئا الفعل اركلاغن ومعناه شرحا يشرحوا اركلاغن اركلير مير داس اشرح لي هذا اركلير مير داس اشرح لي هذا الفعل لغن يعني وضع يضع لغن اش لغي داس بوخ اوف دين تيش انا اضع الكتاب على الطاولة اش لغي داس بوخ اوف دين تيش انا اضع الكتاب على الطاولة الفعل فاغن ومعناه ذهب ولكن بوسيلة نقل عندما تذهب بوسيلة نقل تستخدم الفعل فاغن ايش فاغو ماغن نخشبانيين انا سأذهب غدا إلى اسبانيا ايش فاغو ماغن نخشبانيين الفعل اوسزين ومعناه بدأ يبدو اوسزين انا اشكرك الفعل هاغن ومعناه سمع يسمع هاغن ايش هاغو ديش نيشت انا لا اسمعك ايش هاغو ديش نيشت انا لا اسمعك الفعل كوفن ومعناه اشتري يشتري كوفن والفعل هاغن ومعناه انتضره ينتضره واتن ايش واته اوف ديش انا انتضره الباس ايش واته اوف ديش انا انتضره الباس الفعل اومزين ومعناه انتقل ينتقل يعني انتقل من سكن إلى سكن آخر اومزين ايش تسير بالد اوم انا سأنتقل قريبا ايش تسير بالد اوم انا سأنتقل قريبا الفعل فرغيسن ومعناه نسي ينسى فرغيسن ألفل لخن ومعنى ضحك يضحك لخن لماذا تضحك؟ ألفل فرزوخن ومعنى حاول يحاول فرزوخن إيش فرد إس فرزوخن سوف أحاول إيش فرد إس فرزوخن سوف أحاول ألفل فرنزين ومعنى مشاهدة التلفاز فرنزين إيش زي جان فرن أنا أحب مشاهدة التلفاز إيش زي جان فرن أنا أحب مشاهدة التلفاز ألفل أفنن ومعنى فتح يفتح أفنن إيش أفن داس فنسطر أنا أفتح أفنن الفعل شليسن ومعنى أغلق يغلق شليسن إيش ليست داس فنسطر هي تغلق النفدة إيش ليست داس فنسطر هي تغلق النفدة الفيل تسايعن ومعنى أدهر أو أرى سايعن سايعني داس بيلد أرني الصورة سايعني داس بيلد أرني الصورة الفعل بشتيلن ومعنى طرب يطلبو بشتيلن ما تودو أن تطلب؟ الفعل فليرن ومعنى فقد يفقدو فليرن إيش هاب مين جيلب بويتل فرلورن لقد فقدتو محفظة نقودي إيش هاب مين جيلب بويتل فرلورن لقد فقدت محفظة نقودي الفعل جهورن ومعنى خاص يخص جهورن داس جهورت مير هذا يخصني يعني هذا ميل كلي داس جهورت مير هذا يخصني الفعل شميكن ومعنى تدوق أو استطعم شميكن داس أسن شميكت مير جوت ما داق الأكل جيد داس أسن شميكت مير جوت ما داق الأكل جيد الفعل شخيبن ومعنى كتب يكتبو شخيبن إيش شخيب أين بغيف أنا أكتبو رسالة إيش شخيب أين بغيف أنا أكتبو رسالة الفعل ميسن ومعنى وجب يجب وهو من الأفعال المساعدة ميسن إيش موس جيهن يجب علي أن أذهب إيش موس جيهن يجب علي أن أذهب الفعل كنن وأيضا من الأفعال المساعدة ومعنى استطاع يستطيع كنن إيش كان شفمن أنا أستطيع السباحة إيش كان شفمن أنا أستطيع السباحة الفعل زولن وأيضا من الأفعال المساعدة ومعنى ينبغي أن زولن الفعل دورفن ويعني سمح يسمح دورفن وهو كذلك من الأفعال المساعدة غير مسموح لك بالتدخين هنا الفعل فولن ومعناه أراد يريد كذلك من الأفعال المساعدة إلى أين تريد أن تذهب؟ الفعل فليغن ومعناه السفر على مدن الطائرة فليغن وان فليغستو نخ دويتشلند؟ متى ستسافر إلى ألمانيا؟ يعني متى ستسافر على مدن الطائرة إلى ألمانيا؟ وان فليغستو نخ دويتشلند؟ الفعل كوستن ومعناه كلف يكلفو كوستن؟ كم يكلف هذا؟ يعني كم يكلف هذا؟ أو كم ثمن هذا عندما تسأل عن ثمني شيء ما؟ كم يكلف هذا؟ الفعل فليغن ومعناه ألم أو أوجع هو فعل منفصل فليغن الفعل فلن ومعناه أحس أو شعر فلن أنا لا أشعر أنني بخير إيش فل ميش نيشت جود أنا لا أشعر أنني بخير الفعل موغن ومعناه أحب موغن إيش مغ بانن أنا أحب الإجاس إيش مغ بانن أنا أحب الإجاس الفعل غيدن ومعناه تكلم أو تحدث غيدن إيش غادر متئير أنا أتحدث أو أتكلم معها إيش غادر متئير الفعل فلن ومعناه افتقد يفتقد فعلن دو فلست مير أنا أفتقدك دو فلست مير أنا أفتقدك الفعل غلاوبن ومعناه صدق يصدقه غلاوبن إيش غلاوب دير نيشت أنا لا أصدقك إيش غلاوب دير نيشت أنا لا أصدقك الفعل بشتين ومعناه نجحة أو إجتازة بشتين لقد إجتازة الامتحان أو نجحت في الامتحان زي هات دي بروفو بشتن الفعل ليغن ومعناه استلقى يستلقي ليغن زي ليغن، امشطن، هي مستلقية في الدل زي ليغن، امشطن، هي مستلقية في الدل الفعل aufstehen ومعنى استيقض يستيقض aufstehen وهو فعل منفصل. Wann stehst du auf? متى تستيقض? الفعل einsteigen وهو فعل منفصل معنى ركب يركب عندما تركب وسيلة نقل. Einsteigen Sie steigen in den Bus ein, هم يركبونا الباس. Sie steigen in den Bus ein, هم يركبونا الباس. الفعل aussteigen وهو معنى نزل ينزل عندما تنزل من وسيلة نقل وهو فعل منفصل. Aussteigen Sie steigt aus dem Bus aus, هيا تنزلو من الباس. Sie steigt aus dem Bus aus, هيا تنزلو من الباس. الفعل فعل فرخوفن وهو معنى با يبيرو. فرخوفن Er verkauft sein Haus, هو يبيعو منزله. Er verkauft sein Haus. الفعل unterrichten ومعنى درسة أو علمة. Unterrichten Sie unterrichtet Spanisch, هي تدرس الاسبانية. Sie unterrichtet Spanisch, هي تدرس الاسبانية. الفعل anprobieren وهو فعل منفصل معنى قاسة أو جربة. Anprobieren Sie probiert das Kleid an, هي تقيس أو تجرب الفستان. Sie probiert das Kleid an الفعل zu bereiten ومعنى أعدل يعدو. Zu bereiten وهو فعل منفصل. Ich bereite das Essen zu. أنا أعدو الطعام. Ich bereite das Essen zu. أنا أعدو الطعام. الفعل اندان يعني غيرا يغيرو. اندان Ich habe meine meine geändert. يعني لقد غيرتو رأيي. Ich habe meine meine geändert. لقد غيرتو رأيي. الفعل stellen ومعنى وضع يضعو. stellen Ich stelle die Vase auf den Tisch. أنا أضعو المزهرية على الطاولة. Ich stelle die Vase auf den Tisch. أنا أضعو المزهرية على الطاولة. الفعل erzählen ومعنى حكا يحكي. erzählen الفعل انكمن وهو فعل منفصل معناه وصلا يصيلو انكمن. Wann kommst du an? متى ستصلو? Wann kommst du an? متى ستصلو? الفعل verpassen يعني فاتة أو ضيعة. verpassen. Ich habe den Bus verpast. لقد فوت الباس. Ich habe den Bus verpast. لقد فوت الباس. الفعل aufräumen ومعنى رتب يرتب. Aufräumen وهو فعل منفصل. Ich räume mein Zimmer auf. أنا أرتب غرفتي. Ich räume mein Zimmer auf. أنا أرتب غرفتي. أنفل فوشلاغن ومعنى اقترح يقترح. فوشلاغن Was schlägst du mir vor? ماذا تقترح علي? Was schlägst du mir vor? ماذا تقترح علي? باللغة. ماذا تقترح علي? ماذا تقترح علي? ماذا تقترح علي? باللغة. antائل سوف خßer علي. .. 2 الاتفتال 0 1 اشتركوا في القناة